اكد عدد من التجار توفر جميع السلع القذائية التي تهم المستهلكين من مواطنين ومقيمين خلال شهر رمضان المبارك بالإضافة إلى رفع مستويات الانتاج بما يتناسب مع معدلات الطلب هذا ويرتفع الطلب على المواد القذائية في شهر رمضان المبارك من 30 إلى 40% المزيد في سياق التقرير التالي قبل وخلال شهر رمضان المبارك يعمل التجار على توفير المواد الغذائية للمستهلكين للوصول إلى مستويات الانتاج المطلوبة أخذين بعين الاعتبار سلاسل الإمداد ومستويات الأسعار نين نتكلم عن استعدادات التجار لمواد الغذائية دائما تبتد بحوالي 3-14 مسبقا لازم نأخذ في الاعتبار سلاسل الإمداد، التزام الشركات بالتوصيل البضاعة، التقلبات الأسعار التي تصبح قبل شهر رمضان لأن العالم كلها تتجه لتوفير المواد الغذائية خلال هذا الشهر الفضيل شهر رمضان يعتبر شهرا مميزا للمجتمع البحريني، فاستهلاك السلع الغذائية فيه يزيد من ناحية المواد والمناسبات والاحتفالات بالإضافة إلى توفير جزء من المواد الغذائية للأعمال الخيرية المواد الغذائية بشكل عام كلها تكون عليها طلب وزيادة، بس ممكن نركز يمكن نقول الزيوت، الضز، الحلويات والمشروبات الخاصة المتعلقة بشهر رمضان كمية الاستهلاك بشكل عام ممكن الزيادات تقدر بحوالي 30% إلى 40% زيادة عن المستوى المتعود عليه في الأشهر الأخرى من السنة كما وأكد عدد من التجار تثبيت أسعار السلع خلال شهر رمضان المبارك والتي تهدف إلى دعم القوة الشرائية والحفاظ على استقرار السوق إلى جانب صون حقوق المستهلكين ترجمة نانسي قنقر